سلام عليكم اخوتي اخوتي وكل متتبعي قناتي واتصفاء كده يريد بس عليكم ان شاء الله تكونوا كامل باخر وعلى اخير فينكم مع عشق الوجبات صيفية السريعة واللذيذة ليمجد لكم اقتراح لسهل وبنين بزاف تصوبوها كواجبة عشاء شي حاجة لي مشبعة وخفيفة ما تتقلش على القلب مع اليوم السخانة نبغي وحاجة خفيفة فتبعوا الفيديو حتى الاخير ما تنسوا ليش تشجيعاتكم حبيباتي بسم الله على بركة الله فانا بالنسبة للصينية ديالي انتو ما كتدلوا عصة بالصينية يعني انتو مع عائلة كبيرة والعائلة صغيرة كل واحدة تعرف الكيمياء اللي غادي ادل انا اخذيت هنا 4 ديال حبات نتع البطاطا غسلتها وقطعتها كما را كنتشوفوا المربعات بهذا الشكل حاجة سافي غادي نديل لها شوية ديال الملحة كتملحوها على حسب الدوق كتخلطوها وكناخدوها وكنقليوها انا ديت فحズ المقلاء شوية عزيتة ماشي يتجعلقها انا اخذت البدنجان و قشرته بهذه الطريقة و قطعته المكعبات بهذا الشكل و سوف نملحه و منطب البطاطا سوف نقليه في الزيت اللي طبت فيها البطاطا صدقوني كي يجي زوين بزاف بهذا الطريقة بي نديره مع البطاطا بهذا الشكل هذا الصينية كما كنت شوفوه جدت و حط باسي درت عليه الورق النشاف و حوحيت هذه البطاطا من بعد ما قليتها بهذا الشكل هذا و في هذه الميقلات درت هذا البدنجان و حتى هو غدي نخليه يتقلى و من بعد غدي نزيده من فوق ذيك البطاطا غني اني غدي تخلطه مع بادياتهم سوف نصفيه و نحطه من فوق ذيك البطاطا سوف البنات كتشدوا واحد الميقلات كتديروا فيها واحد جمع القديل الزيت و كتخليهم شوي يسخنوا و كتزيدوا عليهم بصلة مقطعة و واحد جوج دروسة نتع التوم و كتو تحكوها و لا تقطعوها أنا غدي غير نقطحها و إلا عندكم التوم بودرة تقدروا تستعملوا التوم بودرة هدي نخلي هاد البصل حتى يتشحر لي مزيان و يدبال مع هذيك التومة بهذا الشكل هذا هدي نزيد عليها كيميا ديال لحم مفروم كيميا ديال الكفتاء الكيميا اللي تقدروا عليها انتومة بصح الكفتاء نتع لحم كتجي مع البادينجان زوينا كتجي بنينا سوف يشحرت الكفيتة ديالي بهذا الشكل هذا حتى يعني هي ضغيكة طيب غيش وياكة كتصهد ضفت عليها أحبة ديال الطماطم كبيرة محكوكة بهذا الشكل هذا ضفت ملعقة صغيرة ديال الطماطم المصبرة درت الملح الفلفل الأسود الملعقة صغيرة ديال الفلفل الأحمر شوية ديال الكامون و خلط كل شي مزيان مزيان و غادي نخلي لصوص ديالي كالطيب و كتولي خاطرة و بنينة سافي كنت فعليها هنالبنات كيمنا كتشدوا الصينية اللي غادي تدخلوها الفران انا اختيت هاد الصينية الزجاجية ضرت في هذيك البطاطا والبادينجان اللي قليناهم خلطتهم مع بعديتهم و حتتهم هاكا سرحتهم كاملين غادي نجيب هذيك اللاصوس اللي طيبنا ديال الكفتا و غادي نديرها كامل من الفوق ديالهم بهذا الشكل هذا نوزحها كامل بهذا الطريقة سوف البنات اخر حاجة غادي نديرها كنشد واحد زوج ديال البيضات و كنزيد عليهم كالصغير ديال الحليب شوية ديال الملحة و اللي بزهر و كنخلطهم مع بعديتهم هنا تقدروا تعودوا هاد المرح على هذي تقدروا تصاوبوا انصص بشامل و تديروها بفوق هاد الشي اه ولا عوض كأس نتاع الحليب ديري كأس نتاع الكريمة السائلة و القشدة الطريقة تهو كي يجيزوين موما نكررتكم باختراحات باش تلي ما عندكمش فضر تسلكوا ريصانكم خلط هذيك البيض مع الملح و البزهر و الحليب و خويتهم بهذا الشكل هادا فوق الصينية ديالي بهذا الطريقة و ازعتهم كاملين اخر حاجة وهي المفضلة عندي شوية ديال الفروماج غابي من الفوق و شكي اعطى ديك التحميره و ديك الملوحية زوية و انا هذي ندخل هالفرانة اللي بنات الواحد خمسة دقائق ف هاكا غيتشوفوه بدك يتبخ مش يكع خمسة دقائق مهم كي تشوفو دك البيض تحمر مع الجناب يعني طاب وتحمر مع الجناب سوف يكا تشعلو من الفوق دياله و يتحمر و شوفوه ما شاء الله شاء الله كي يطلع بنينه و الريحة زوينه بزا فانا متأكدى اللي اجربته غادي يعجبكم البنات و غادي نقطع لكم كي ما راكوا شوفوه دائما كان بغاين نقطع لكم بشوفو كي يجي شد فروحه و تقدر تقطعه كيف ما بغيتي و تحطيه في طباسية الوليدات كهكا في العشاء و اللي تديري حتى في الغدام عصلي طام و بعدك يعجبوني اللي قغاية طام و يعجبوني هاد الحواجين الخفاف في القناة ديالي فهي لا تلفتوا البنات و تلفتوا وش غادي تديروا اللي عشاء و ش غادي تديروا و رحوا اليوتيوب و كتبوا وجبة عشاء شيوات صافة و غادي يخرج لكم كل شي متنوع اخطاري يلا لعلى راسك غا ما تلفش لي اياه شوفو معي البنات كي تجي زوين و بنينا بزاف شوفو معي كيفاش كي تجي هائلة فكي ما ما نبخلش عليكم البنات الوصفات ديالي شوية ديال التفاعل ركونا عسين البنات اغلبكم الصهدورة ركونا عسين فقط بيكم فقط تفاعلوا شوية ماختكم شجعوها باش تقدم لكم المزيد شي لايك شي تعليق زوين و بارتاجيوا الفيديو مع احبابكم وصحابكم